إذن أربعون اجتماعا مفتوحا عقده مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في غزة منذ هجوم طوفان الأقصى تبنى فيها أربعة قرارات فقط خلال هذه الفترة وفي أقل من سنة استخدمت الولايات المتحدة حقا نقض الفيتو خمس مرات لحماية إسرائيل وفي المقابل وظفت روسيا والصين الفيتو في أكثر من مرة ضد مشاريع قرارات أمريكية منحازة إلى إسرائيل وأظهرت هذه الاجتماعات المعايير المزدوجة لمواقف الولايات المتحدة ودول غربية مقارنة بمواقفها حول أوكرانيا وكان أول اجتماع لمجلس الأمن بعد أيام قليلة من هجوم السابع من أكتوبر وفيه صوتت أمريكا ضد مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري بعدها بيومين صوت مجلس الأمن على مشروع قرار برازيلي أفشلته الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو رغم إدانته حماس وفي الخامس والعشرين من أكتوبر صوت مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي استخدمت روسيا والصين الفيتو ضده لتركيزه بشكل كبير على إدانة حماس هذا هو القرار وكان أول قرار يتبناه مجلس الأمن حول غزة في الخامس عشر من نوفمبر يقضي بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لكن تنفيذه بقي حبرا على ورق وفي الثامن من ديسمبر استخدمت الولايات المتحدة ثاني فيتو لها ضد مشروع قرار إماراتي طلب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية واستطاع مجلس الأمن من تبني ثاني قرار حول غزة في الثاني والعشرين من ديسمبر نص على تسهيل دخول شحنات الإغاثة لكن إسرائيل استمرت بإعاقة دخولها وأفشلت الولايات المتحدة في العشرين من فبراير وللمرة الثالثة تبني مجلس الأمن لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الإنساني قدمته الجزار لكن في الخامس والعشرين من مارس عاد مجلس الأمن وتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار اعتبرته الولايات المتحدة غير ملزمن ولم تلتزم به إسرائيل وقبلها بأيام عرض مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي منحاز ضد غزة استخدمت ضده روسيا والصين حق الفيتو وفي أبريل الماضي لجأت الولايات المتحدة للفيتو مجددا ضد مشروع قرار جزائري لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وكان مجلس الأمن في العاشر من يونيو قد اعتمد قرارا باقتراح أمريكي ينص على وقف إطلاق النار ومنذ ذلك الحين لم ينفذ أي من بنوده